الأخوة الوزراء والمحافظون قررت الحكومة أخيرا وضع حد للهدنة الاقتصادية قرار يبدو أنه يمضي قدما باتجاه حسم الملف الاقتصادي الذي ألحق ضررا بالغا بأداء الحكومة وأضعف دورها على الساحة الوطنية وقلل من مصداقية الإنجازات المهمة في المناطق المحررة يمضي رئيس الوزراء بحسم واضح في إنفاذ سياسة إنهاء الهدنة عبر سلسلة من اللقاءات التي يجريها مع مسؤولي المؤسسات المالية في المناطق المحررة جهود رئيس الحكومة لقيت صدا في محافظة حضر موت كبرى المحافظات اليمنية من حيث المساحة والتي تتمتع بإيرادات متنامية لكن توجيهات الأخيرة لمحافظ المحافظة عكست على ما يبدو حالة من عدم الاتساق مع توجهات الحكومة ما دفع بوزير المالية إلى إبطال توجيه للمحافظ للمكاتب التنفيذية والخدمية والمالية في حضر موت بتوريد الأموال إلى حساب خاص بالمحافظة في البنك الأهلي بالمكلة ينظر المراكبون بقدر كبير من الأمل إلى الخطوة الحكومية التي ستقلص من حجم الموارد المالية التي تتدفق إلى البنك المركزي في صنعاء وتوفر دخلا يتم إنفاقه على المجهود الحربي وعلى المغامرة الإنقلابية محققا تفوقا نوعيا للإنقلابيين يعود إلى تفردهم بإدارة المالية العامة وبالهيمنة على أهم قطاع سيادي في الدولة تحديات كثيرة لا تزال تقف أمام خطط الحكومة للسيطرة على الموارد المالية والبدء في جني ثمار خطوة إنهاء الهدنة الاقتصادية وتأمين الاحتياجات الأساسية للتشغيل واستمرار قطاع الخدمات في العمل لصالح مواطني المحافظات المحررة أبرز هذه التحديات الشحة المسجلة في السيولة النقدية لدى البنوك والتي وعد رئيس الحكومة بحلها قريبا خطوة بالاتجاه الصحيح بانتظار تفاعل أكثر من جانب التحالف العربي الذي يبدو أنه يتحكم بقرار استئناف تصدير مادتي النفط والغاز الطبيعي المسال والذين يشكلان أهم سلعتين سياديتين للتصدير وللعائدات النقدية بالعملة الصعبة